بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا وسندنا ومولانا وشفيعنا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن ولا في مبدأ كل أمر ومنتهى إن الطموح أمر جميل يحفز الإنسان للعمل ويفجر طاقاته للهمة ولإدراك المهمة ولا يتنافى الطموح أبدا مع القناعة فالقناعة كنس فاطمح واسعى واكتهد وادع الله تعالى أن تصل إلى كل ما تريد فإن وصلت إلى أقل منه فعليك أن تقنع بما أتاك الله وارد بكل ما قسم الله لك تكن أغنى الناس وعلى الإنسان أن يكون غنيا بقناعته ولله در الإمام الشفعي حين قال رأيت القناعة كنز الغنى فصرت بأذيالها متمسك فلا ذا يراني على بابه ولا ذا يراني به منهمك فعلى الإنسان أن يقنع لكن علي أن يكون طموحا وعلي أن يحاول في التفكير بهمة وبعقلية فارقة كيف يفجر الطاقات وكيف يخطط لمستقبل مشرق ويضع الخطط الاستراتيجية لسنوات طوال ولسنوات عديدة ولا يتوقف عن التفكير والجد والاجتهاد والعمل كما فعل المصطفى صلى الله عليه وسلم وكما جاء في المنهج اليوسفي الذي استقى منه المصطفى صلى الله عليه وسلم وقد تعلمنا أن ننهل من المعين المحمدي الهمة والطموح لإدراك المهمة لكنها لا تتنافى أبدا مع القناعة فالقناعة كنز قال فاروق الأمة عمر بن الخطاب رضي الله عنه تعلمون أن الطمع فقر وأن الإياس غنا وإن من أيس فيه فيما عند الناس استغنى عنهم إذن على الإنسان أن يستغني عن الناس وعما في أيدي الناس وعليه أن يدرك أن الله تعالى إذا قسم له الخير أرضاه به قل دائما اللهم اختر لي من الخير ما يرضيك واردني به عن سهل بن سعد السعدي قال أتى رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله دلني على عمل إذا أنا عملته أحبني الله وأحبني الناس فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ازهد فيما عند الناس يحبك الله أو ازهد في الدنيا يحبك الله و ازهد فيما في الناس يحبك الناس عليك أن تقنع وعليك أن ترضى واردى بكل ما قسم الله إذن الإنسان يسلم أمره لربه لا تدبر لك أمره فأولو التدبير هلك سلم الأمر إلينا نحن أولى بك منك وسلم الأمر لمن دبره فلن ترى غير الذي قدره الله قدر ما يكون وما قد كان أما كفاك مدبرا مولانا سبحانه وتعالى يقدر الخير يعطي ويمنح ويرزق خلق الحياة ليبلو الإنسان الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا إذن على الإنسان أن يرضى بكل ما أوتي وبكل ما أعطي من قبل الله سبحانه وتعالى وعليه أن يرى الجمال في البلاء كما يره في النعم فإن كل ما يصدر عن الله جميل فليصبر ويشكر وأستغني عما في أيدي الناس ولا ينظر إلى ما في يد أحد وإن كان فعليه أن يهتم بأن يكون من أهل الغبطة وليس من أهل الحسد الغبطة أن يتمنى أن يعطيه المولى سبحانه وتعالى من النعم التي أعطاها للناس لكن لا تزول من هؤلاء الناس ولكن الحسد أن يتمنى زوال هذه النعمة من أيدي الناس وأن تأتيه وهذا والعياذ بالله مرض من أمراض القلوب على الإنسان أن ينبذ هذا المرض وأن يواجه هذا المرض بالقناعة بهذا الكنز السمين الذي إذا ما آتاه الله سبحانه وتعالى فكر في أن الله جل وعلا لا يمنح إلا الخير ولا يعطي إلا الخير قال ربنا تبارك وتعالى لحبيبه ألم نشرح لك صدرك أوضعنا عنك وزرك الذي أنقل ظهرك ورفعنا لك ذكرك فإن مع العسر يسرى إن مع العسر يسرى انظروا جعل العسر بين يسرين ولن يغلب عسر يسرين أبداً لأن الله تعالى إذا ابتلى العبد لا يبتليه ليعذبه وإنما يبتليه ليرحمه وإن كل ما يصدر عن الله جميل وعلى المرء أن يرى الجمال في المصائب كما يراه في النعم وعليه أن يرطب اللسان بشكر الله وبحمد الله وبالثناء على الله وبالصبر الجميل وعليه أن يدعو الله تعالى أن يستره بستره الجميل وأن يقنعه بما رزقه كان ابن عباس رضي الله عنه بين الركن والمقام يقول دائماً اللهم قنعني بما رزقتني وكان من دعاء سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى اللهم يا عالم السر منا لا تكشف السطر عنا وعافنا وعفو عنا وكلنا حيث كنا يا رب المشعر الحرام ورب الركن والمقام أبلغ حبيبك المصطفى منا ومن أحبابنا ومن ذوينا السلام يا عالم لا يعلم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اصدقائي اموك